أخشارك مهم جداً عايف انت عندنا حيات كتلية بس قبل بختم لازم أستعره لك الأهل هجي من مهاجم الأهل عنده أكتر من اسم لكن خليني أقولك أن أول صفقة وخدها من النهار ده أول صفقة هيا لعنها النادي الأهلي هكون صفقة المهاجم أول صفقة هيا لعنها النادي الأهلي هكون صفقة المهاجم لأنه لعن العمل عليها دلوقتي عندهم ثلاث أسماء منهم مهاجم عربي مهاجم عربي بيلعب في حد دوريات العربية أمير موجود بر مصر ناس كانت كلمة أنه موجود من بر مصر من ثلاث يام لكنه أمير لسه مسافر القصة كلها بتتمحور حوالين المهاجم الأهل يخلص المهاجم بعدين يبتري بص الملفات اللي قريدي ماشي فيه الملفات المحلية لكن خلينا أقولك أنه الأهل قريب جداً 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 أتمنى أتمنى وإحنا مع بعض إن شاء الله الحالة اللي جاية أقولك الاسم حتى لو كانتش النادي الأهل أعلن عنه يخلصوا لأنه لسه ما خلصوش يخلصوا لأنه أمير هو لطرجة الأساسي بتاعه هو المهاجم فقعدتهم مع كولر أنت عارف الاسم مش عايز توليه دلوقتي ولا أنت عارف لا 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 بعارف عارف البروفايلات التلاتة اللي كانوا موجودين لكن معرفش هم رايحين يخلصوا مين موليكا بعيد ولا قريب بعيد بعيد لحد اللحظة اللي بكلمك فيها بعيد نهاردة حتى نتكلم نهاردة لحد بعيد موليكا بعيد ومش على راس الأوليات تبقى لقيمة الملايا إلا إلا الأهلي آخر التواصل فيما يخص موليكا من أكثر من شهر ونص شهر ونص المعلومة يعني شهر ونص الأهلي ما تكلمش في موليكا نهائي من شهر ونص لأن الأهلي بعت عرض أخير لبشكتاش والله ده الرقم بتاعنا هنخلصوا على الرقم ده أوكي مش هتخلصوا الأهلي بعت 3 مليون دولار على 3 قصات أو ممكن يتحولوا لقسطين ده بقى معلومة جانبية غير الأفر يعني ممكن يتحولوا لقسطين الأهلي ممكن يدفع 2 مليون دولار ومليون دولار بعد كده لكن بشكتاش ما ردش حتى هذه اللحظة لو رد وارد الأمور تتغير لكن موليكا مش التارجت رقم واحد بالنسبة لأهلي دولاتي